اشتركوا في القناة احبا اهلا احبا انا مشاهدين في كل مكان هذه حلقة خاصة ولسيما في هذا الاسبوع يحتفل العالم بعيد الفالنتين بعيد الحب كما مذكور البعض بسميه عيد العشاق يتبادل بالناس كل انواع الهدايا والورود الجميلة ورسائل الحب وكرتات المعايدي يعني منشوفها ولسيما بتكثر في هذه الايام منبع واصل هذه المحبة هو الرب نفسه في الكتاب المقدس في كلمة الله فالناس بتعطي طبعا تعبير عن الاهتمام وتعبير عن المحبة تجاه الشخص الاخر لكن اليوم انا رح يعني اطلع شوي اسمه عن المحبة العادية اللي هي طبعا حلوة وبيتبادلها كل انواع الناس فالمحبة هي اسمة بل ارقى وانقى واجمل العلاقات الانسانية كل انواع المحبة جميلة وكل طرق المحبة جميلة والكتاب المقدس يعبر عن هذه المحبة يقول المحبة قوية كالموت يعني هذه القوة لا تتقهقر ولا تتراجع فاليوم انا عاوز اتكلم عن اعظم محبة وكنت بصراحة محتار بالعنوان اللي احط لهذه الحلقة هل اتكلم عن المحبة المنتصرة او الغالبة هل اتكلم عن المحبة الخالدة هل اتكلم عن المحبة المتفانية المحبة الغافرة المحبة المضحية او المحبة الالهية اكيد اعظم محبة تجمع في طياطها كل انواع هذه المحبة ولسيما المحبة الالهية خليني في البداية عاوز اقتبس اية من الرسول يحنى عندما ادرك انه لا تسع الكلام للتعبير عن هذه المحبة قال انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه طبع هون بيتكلم عن محبة الهية لدرجة انه غير مدركة ولا سيما انه يحنى كان بحارب بدع بدع الغنصية اللي كانت ترفض هذا النوع من المحبة او تشويه لهذه المحبة لانه عندما تشوه في كلمة الله وعندما تطعن في هوية يسوع ومصداقية يسوع او شخصية يسوع هذا يعني بيتكلم عن ابن الله لهوت المسيح او الخلاص من خلال يسوع المسيح او المسيح جاء بالجسد وهذا التجسد هو تعبير عن المحبة يمكن كانت غير ظهري او مبهمة للعددين لكن ظهرت من خلال شخص الرب يسوع المسيح فلم تسع الكلمات يحنى فكيف يعبر عن محبة الهية بلغة بشرية انسانية ارضية ولكن عندما لم تسعوا الكلام قال انظروا انظروا يعني عمق ابعاد اعماق جمال كمال مثال طبيعة قوة قدرة هذه المحبة يعني كيف ما تحطها باي مصاق وباي مصار لابد ان تصطدم بمحبة الله سواء من الخليقة او من خلال الناس او من خلال العلاقات او من خلال محبتنا للرب بغض النظر شو نوع هذه المحبة فهي اعمق بل اكبر بل اقوى من عقولنا المحدودة انه ندركها فكيف نفهم انه الله محبة هذه طبيعة منذ الازل يعني منذ وجود الله طبيعته المحبة فكيف نفهم الله وهذه الطبيعة وكيف الانسان المحدود مثل ومثلك يفهم اللا محدود وطبيعته اللا محدودة قال انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله هذه المحبة اللي كانت عند الله في كيان الله ظهرت في يسوع المسيح ومنحنا هذه المحبة التي جددتنا وغيرتنا وخلصتنا واصبحنا اولاد الله فاذا كيف نستوعب كيف نفهم الا من خلال اعلانه من كلمة الله هاي المحبة اللي بيتكلم عنها محبة ازلية ثم هي محبة اختبارية ثم هذه المحبة هي محبة فدائية او محبة فادية تجاه الانسان انه بيحتاج هذه المحبة واريد ان اتكلم عن هذا الموضوع موضوع المحبة ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اهلا احبائي مرة اخرى رح اتكلم عن اعظم محبة قلنا هذه المحبة ازلية اختبارية محبة فدائية خليني في البداية انا حابب بس اعطي توضيح بسيط عن تعبير المحبة او انواع ولغات المحبة اللي مرات الناس بتخلطها في بعض عارفين اللغة اليونانية لغة واسعة جدا ومصطلحاتها ايضا واسعة جدا الاستلاح اللي بعبر عنه في الكتاب المقدس اكتر تعبير هو المحبة الالهية لكن عاوز اتكلم عن اربع انواع محبة كلها محبة حلوة وجميلة بس اتشوهت للأسف بعمل وضلال الشيطان المحبة الاولى طبعا انا بتكلم من لغتها الاصلية من اللغة اليونانية ايروس اللي هي المحبة الرومانسية اللي هي المحبة الجنسية لكن هذه المحبة مرة تانية تشوهت صارت اليوم كل انواع الاباحية والافلام كلها بيسموا ايروتك موفيز او افلام اباحية اللي هي جاءت من ايروس ايروس هو طبعا اله ابن الالهة افرودايتس الهة الحب ولكن احباء تشوهت هاي فكرة المحبة كما تشوهت في ايام كورنتوس في الكنيسة الاولى هاي المحبة تشوهت اللي المفروض تكون العلاقة من خلال العلاقة الزوجية انه الرجل والزوجة يهبان احدهما للاخر لكن هذه العلاقة تشوهت مثل فكرة عهد الله في ايام نوح عندما اعطى قوس قزح هذا قوس القزح لما بتشوفه في السماء هو علامة بيذكرنا انه الله مش رايح يهلك البشر مرة تانية بطفان تاني لكن اليوم اخذ السمبل علامة قوس القزح وصارت تستخدم للشزوز الجنسي وهكذا ايروس اتشوهت الفكرة بس هي اصلا هي محبة رومانسية جنسية تمارس في ضمن الزواج الكلمة التانية اليونانية اللي بيستخدمها فيليا او فيليو فيليو بتعني المحبة الاخوية هاي او محبة الصداقة هذه المحبة داما بيتكلم عنها الكتاب المقدس المحبة الاخوية تعبير عن انسان تجدد وخلص فبيمارس هذه المحبة من خلال علاقاته من خلال اتجاهاته من خلال مشاعره من خلال عواطفه من خلال كل التعاملات يعني سواء الاقتصادية او الاجتماعية او حتى اي تعامل اخر كله تعبير عن علاقة بتعبر عن الاخوة وعن الصداقة وهذا طبعا شيء مميز في كنيسة الرب كانوا بيسموهن اخوة الرب او يعني الاخوة هاي واحدة من الاصطلاحات الكنيسة واحدة من الاسماء كنيسة الاخوة تعبير عن محبة الاخوة بعضهم لبعض اما الكلمة التالتة اليونانية يمكن استعمالها مش كتير منشوف اكتر ايروس او فيليو المحبة الرومانسية او المحبة الاخوية الكلمة التالتة ستورغي ستورغي اللي هي المحبة من جوه يعني من كيان الانسان من باطن الانسان هاي المحبة هي محبة داخلية بس هي محبة طبيعية بنفس الوقت محبة تلقائية مثلا يعني الام لما اول ما بتخلف الطفل بجيها الطفل بتطلع عليه في محبة في كونيكشن في تواصل هاي المحبة تعال فسرها بلغة تانية ما فيك تفسرها لانه على طول في اشي كونيكتد اتواصل اشي داخل التلقائي طبيعي من جوه ربط الام بهذا الطفل فبتحب الطفل شو ما كان يكون شكله شو ما يكون مريض غير مريض في محبة خاصة داخلية تجاه هذا الطفل يعني مش رح تتعلم هذه المحبة ولا تتورث ولا انه تختبر هاي المحبة تلقائ في داخلها بحال ما تشوف الطفل او الوالدين تجاه الاولاد بغض النظر شو الاولاد في محبة خاصة داخلية باطنية تجاه الاولاد صعب تتعبر عنها بس الام بتحب البابي بتحب الطفل شرحها ما لها شرح هاي هي المحبة النوع التالت وقريبة طبعا من كل انواع المحبة المحبة الرابعة اللي هي طبعا الكل منسمع عنها اقابي شو يعني اقابي هي لها معاني كتيرة هي المحبة التي تقدم ولا تحجم هي المحبة المنتصرة هاي المحبة احبائي غير مشروطة ما لهاش اي شروط يعني زي عهد الله مع الانسان مش مشروط بأي علاقة بالانسان الكلمة اليونانية او الكلمة العبرية بريت كارات بريت يعني قطع عهد او باللغة اليونانية داثيكة يعني فيه ارتباط من طرف اما انت تقبل او ترفض انك تدخل في عهد الله نفس الشي المحبة الالهية هاي المحبة بدون قيود بدون حدود بدون اي شرط يعني مش يعني المثل اللي بنسمعه دائما في الشرق عنا الله يحب الذين يحبون الله بحب اللي بحب طبعا هذا يعني انانية احنا بنتكلم واو بنتكلم عن اله اناني بنتكلم عن اله مزاجي طبعا متغير الله بحب وبيهدي ويضل ويعني لا 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 فيه معلومات خطأ الله بحبك بحبني بغض النظر محبة غير مشروطة حتى المسيح اذا بتتذكروا ان احببتم الذين يحبونكم يعني اليس العشرون او الخطأ يفعلون هذا فبقول ان حبيت اللي بحبك اي فضل عندك اي اجر اليك طب ما الناس العالم العادية حتى المافيا بحبوا بعض هم بعض المجرمين بحبوا بعضهم البعض لكن الله بحب اللي بحبه الله مش اناني محبته هي طبيعته يعني الصعب مثل ما ذكرت في البداية نستوعبها محبة عميقة بقيلها ابعاد الهية سماوية غير مدركة بالفكر لكن نكتسبها من خلال عمل يسوع المسيح هاي المحبة غير مشروطة احبائي هاي المحبة تسمى المحبة الالهية من طرف واحد بغض النظر هاي الانواع المحبة اللي اتكلمت عنها للأسف اتشوهت بسبب الخطيئة وبسبب الاعمال الشيطانية اللي افسد صور المحبة اليوم صار الشر خير والخير شر وكل محبة تترجم بالشهوة بالفساد بالضلال بالظلمة يعني بطل الفكر الطاهر النقي المقدس ما هو كل صفات الله وطبيعته بتمشي بتناغم وتناصق وانسجام تا ما فيك تفصل صفات الله هاي المحبة احبائي بغض النظر شو نوعها وانا عاوز اقول اللي بيحتفلوا للفالنتاين عيد الحب في هذا الاسبوع يلا كل عام وانتو بخير ربنا هيك يفتح عيوننا نفهم المحبة الالهية حتى نمارسها بالاطار الصحيح سواء الرومانسية او الاخوية او التلقائية المحبة الداخلية او المحبة الالهية الغير مشروطة تكون كلها في الاطار الصح حتى نمجد الله مكتوب احبائي تحب الرب يعني كل الكتاب المقدس ملخص يعني كل النموس ملخص بواسيطين اذا بتتذكروا قال يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل فكرك يعني مدرك صاحي عارف مش محبة هيك عشوائية عشوائية هوائية لا لا من كل فكرك مدرك هذه المحبة والمحبة التانية تحب قريبك كنفسك لان هاي المحبة هي مكتوب عنها تكميل النموس يعني كل العلاقات وكل التعليم وكل الوصايا الذي يحبني يحفظ وصياي هي في هذا الاطار بتحب الرب وبتحب قريبك كنفسك في أبسط من هيك لكن برضو لها أبعاد وفي لها كمان مسئولية فالمحبة اللي احنا بنتكلم عنها أحبائي هي الأساس هي أساس المسح المسيحية لانه لا مسيحية بدون محبة وعلى فكرة هاي المحبة ما بتشوفها في أي ديانة أخرى تعبير المحبة إنه الله بحب محبة غير مشروطة بغض النظر لا آلهة اليونانيين ولا زردشت ولا الرومان ولا حتى أي يعني التقاليد اليهودية ولا حتى حتى في الإسلام في تسعة وتسعين اسم أسماء الله الحسنة أقرب اسم يمكن الله الودود بس الودود مش المحبة لأنه المحبة طبيعة الله فالإنسان إذا افتقر لهذه المحبة شو بدي يكون فإذا هاي المحبة يعني هي محبة غير مشروطة هي المفتاح لكل شيء يعني السؤال اللي عاوز أسأله أحبائي بدون محبة ماذا نكون يعني إحنا متكلم كبشر يعني إذا ما فيش محبة كيف بدك تحب زوجتك أو زوجك كيف بدك تحب أولادك كيف بدك تحب الناس كيف بدك تحب البشر كيف بدك تحب الله فإذا فقدان المحبة أنت بتتحول إلى شيطان ما فيش طريقة تانية لشرح هذا الموضوع وبصراحة عالم خالي من المحبة هو عالم مظلم عالم خطير فالمحبة تحررنا من الخوف لأن المحبة الكاملة تطرح تطرد الخوف إلى خارج لأنه من خوف لم يتكمل في المحبة فإذن أحبائي محبة الله أزلية منذ وجود الله محبة الله موجودة فيه مكتوب ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يعني محبة الله بغض النظر مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا تخيل يعني محبة الله بغض النظر وإحنا بعدنا من مارس الخطيئة وضد الله والكتاب بقول من سيفصلنا عن محبة المسيح ما فيش إشي في هالوجود بيفصلنا عن محبة الله لأنه بيّنها من خلال يسوع المسيح وإذ نحن بعد خطى ظهرت محبة المسيح الشافية الكافية الوافية الساترة الغافرة المتفانية المضحية هاي المحبة شو ما وصفتها بغض النظر الله بحبنا أحبائي مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية مكتوب أيضا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا بل أحبنا فضلا أحبنا كما هو مكتوب حتى المنتهى يعني كما أن القمر يستمد النور من الشمس هو نحن نحبه لأنه هو أحبنا نستمد هذه المحبة من مصدر المحبة من مقياس المحبة من تجسد هذه المحبة من المحبة ذاتها من يسوع المسيح لأنه الله محبة إخوتي وأخواتي قال الرسول يحن انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله هذه المحبة هي طبيعة الله التي لا تتغير لا بالظروف ولا بالأحوال فعلى فكرة الإله اللي إحنا منتبعه ما هواش مزاجي بحط راسه ضد ناس وبيهدي أو بيقبل أو بيرفض أو بحب إذا حبوه ما حبوه بخلص عليهم مش هذا الإله اللي إحنا منتكلم عنه عنده طباع وأمزجة متغيرة إحنا منتكلم عن المحبة المنتصرة المحبة الغافرة المحبة المتفانية المحبة المضحية تعرفوا أحبائي كنت محضر أقرأ عدة آيات بس أنا رح أدعوك إنك تقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة هذا الإصحاح مليء بأعداد تتكلم عن المحبة لكن عاوز أقول لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس بالروح القدس المعطى لنا يعني بيجي واحد بقول لك أخي بحبك طب ليه بتحبني خلاص بحبك فيه إشي من جوا خلاني يعني مش بس إنه أقبلك خلاص بحبك هاي المحبة من الله بشيك إحنا بنقول المحبة من الله فإذن هاي المحبة بتظهر وبتنعكس في حياة الإنسان المختبر هذه المحبة وأنا بصلي من كل قلبي إنه أي شخص مختبر المحبة أنا صدقني هاي الكتاب موجود هون في المحبة اقرأ أي كتاب آخر خليني أسألك هل في أي نبي قال أنا بحبك هل الله في كتابك قال أنا أحبك طيب مع أنه أقرب من حبل الوريد كما نسمع دائما أحباء محبة الله عجيبة محبة الله عظيمة محبة الله أحبائي لا تتغير هاي المحبة هاي المحبة بالروح القدس اختبار قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه قال يسوع كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا أثبتوا في محبتي هاي المحبة من الله يعني هاي المحبة بتتغيرش بشانيك في ناس بتيأس هو هل الله بحبني بالذات لما منمرض هو هل الله بحبنيش تاركني في هاي الظروف الصعبة تاركني أتقلم تاركني بهاي الأوضاع صدقني 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 الله بحبك ياريتني أقنعك يعني لو نفسي أفتح بطنك وحط الرب جوه عشان أقنعك إنه الله بحبك حتى لو مش شايف حتى لو كل الدنيا مظلمة حواليك حبيب الله بحبك بحبك الله مش صامت الله بيتواصل بيتفاعل بس خطته هاي الكبيرة صعب نستوعبها من مكان صغير كيف بدك تستوعب محبة الله اللي بيتكلم عن الأبعاد والآفاق والأعماق والعلو والارتفاع إلى آخره وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة كيف تدركها إلا إذا اختبرتها بالروح القدس ابقوا معي سأرجع بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا سيم العالم بيحتفل في عيد الحب في هذه الأيام كلمت إنه محبة الله هي محبة أزلية والكلمة الثانية اللي عاوزة تكلم عنها إنه محبة الله اختبارية أنا لازم أختبر هذه المحبة هذه المحبة تغير الإنسان انظر أية محبة أعطانا الآب يعني هي عطية الآب حتى ندعى لازم أخبرها وعلى فكرة اللي كتب هذه الرسالة الرسول يحنى وأبناء زبدي يحنى ويعقوب بسموهم أبناء الرعد وأنا رح أعطي ثلاث أمثلة عن اختبار المحبة المثل الأول عن يحنى ويعقوب يحنى كان من الجليل طبعا كان ثورجي كان ناري يعني بهمه الوطن وبهمه الكرامة وكل الأشياء كانوا ماشيين بطريق يعني إحدى طرق أو إحدى قرى السامريين وكان بدي يفوتوا على البلد ورفضوا يعطي الفيزا ليسوع المسيح استشاط غضب يحنى ويعقوب قالوا يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء كما فعل إليا طبعا بالعهد القديم وخليها تحرق هؤلاء الزنادق والجاهدين والكافرين اللي رفضوك ستوب قال لهم يسوع لستما تعلمان من أي روح أنتما هذه ليست روح المسيح ولا طبيعة المسيح ولا محبة المسيح ومرة تانية كان يعني إم يحنى بدها يعقوب يحنى يجلس كل واحد على يمينه يصار يسوع يعني كان فيه نوع من الأنانية لما اختبروا يسوع وامتلأوا من الروح القدس اتحرروا من الأنانية وتحرروا من التعصب الديني والتعصب السياسي وتحرروا من الحقد والكراهية والعنصرية وامتلأوا بمحبة المسيح فالرسول يحنى صار اسمه رسول المحبة القصة التانية المرأة الخاطئة كان يسوع في بيت رجل دين وبعدين ما أمش في الواجبات وبعد شوي أجت امرأة خاطئة في المدينة وكانت بتبكي وراه ونزلت دموعها على رجلين الرب يسوع وتبلت وصارت تمسح دموعه بشعرها وبعدين الفريسي قال لو كان هذا نبيا لعالم من هذه المرأة إنها خاطئة عالم الأفكار والقلوب الرب يسوع تكلم معاه قال له لا أنا عارف وعاتبوا أنه دخلت بيتك النتيجة قال هذه العبارة العبارة الرب يسوع غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا فإذن هذه المحبة التي قادتها إلى الغفران الكامل وعبرت عن هذه المحبة بل أظهرت هذه المحبة تجاه الرب يسوع المسيح فتغيرت وحصلت على الحرية والشفاء الكامل والمثل الثالث يمكن كلنا منعرفه سمعان بن يونة اللي أنكر يسوع المسيح وبعد القيامة في يحنى 21 في آية 15 سألوا يا سمعان بن يونة يعني بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال له يا رب أنت تعلم أني أحبك تغيرت حياته تغييرا جذريا بسبب غفران المسيح وبسبب محبة المسيح قال يسوع وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا يستكم الحديث يقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض على فكرة هاي المحبة هي الهوية هوية المؤمن وهي الختم لهذا المؤمن محبة المسيح اللي بيتكلم عنها وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل من الله يعني بدك تدرس هذه المحبة اقرأ في كورونتوس إصحاح 13 كورونتوس إصحاح 13 بعض الأمثلة المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا حبائي شوف جمال وكمال ومثال وعمل وطبيعة وقدرة هذه المحبة هذه المحبة هي ثمر وبرهان الخلاص وهي أيضا ثمر الروح القدس اسمع لما الإنسان بيختبر احنا تكلمنا عن المحبة الأخوية لما بيختبر المحبة الإلهية شوف شو بقول الكتاب المقدس نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق المحبة فلتكم بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة هذه المحبة تظهر من خلال علاقاتنا مع الآخرين ولسيما العلاقات العائلية والعلاقات الزوجية وأيضا العلاقات الأخوية والعلاقات يعني مع البشر والناس مش بس هيك حتى محبة الأعداء إذ قال يسوع أحب أعداءكم تعرف حبائي الشخص المؤمن الحقيقي بيطلع الشخص المؤمن الروحاني من بين ألف شخص تعرفه من علامة المحبة اللي بميز المؤمن هي علامة المحبة أنا حكيت هاي القصة من قبل في إحدى المطارات أخت من الجزائر لسه يعني ما آمنت بالمسيح بس صار عندها حب ليسوع على طول صوتها قالت نزار شهين أنا بحبك فلما رحت لين شغل هاي بتشطل بالسيكوريتي فقالتلي اللي بيجزبني واللي بيعجبني في كلامكم هو محبة المسيح فعلا هاي العملة هذا الشيء مش راح تشوفه ولا في أي مكان آخر أه طبعا في ناس بتظهر المحبة للأسف أكتر من المسيحيين بعلاقاتهم لكن الشخص المؤمن اللي اختبر المحبة بتبين عليه محبة المسيح بقول المحبة فلتكن بلا رياء حتى محبة الأعداء بقول ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من العيوب يقول أيضا باختصار أحب الإخوة طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء وأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة وأما المحبة الأخوية بولوس الرسول بيتكلم أنتم متعلمون من الله يعني فش حد يعلمك إياها المحبة هي بتخبرها وبتتعلمها من الله مباشرة فإحنا شفنا محبة الأخوة أو محبة الزوجة أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله يعني بتحب زوجتك لدرجة بتضحي وبتموت من أجلها هل مستعد تموت من أجل زوجتك ولا إذا أزعجتك بتروح تتزوج واحدة تانية بقول الكتاب صادقين في المحبة في صدق وعلى جميع هذه أيضا مكتوب إلبسوا مش بس صادقين إلبسوا المحبة التي هي رباط الكمال ثم بيتكلم عن محبة الخدمة أيضا السلوك في المحبة أسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة هاي المحبة اختبرناها وصارت ثمر ثمر روحاني في حياتنا يقول الكتاب وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام عاوز أخد مكالمة أوتنين وكمل حديثة خليني أخد الأخت نهال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهال سلام برهن على محبته بموته على الصليب يعني محبة بازلة وهنا عايزة أذكر ثلاث نقطة سريعة وبعدين أسأل حضرتك سؤال أول نقطة أنه ممكن أقرب الأشخاص لي زوجي أو أخويا أو والدي ممكن يقول لي أنا بحبك موت لكنه لم يأمت من أجلي لكن الوحيد اللي قالها وعملها هو الرب يسوع لي كل المجد تاني حاجة ممكن برضو أقرب الناس تحبني لما أكون كويسة لكن بمجرد ما أكون وشة فأي حاجة تتقلب المحبة دي في لحظة لحاجة تانية لكن الوحيد اللي أحبني وأحب حضرتك وأحب كل مشاهد وإحنا وحشين في عمق الخطية هو برضو الرب يسوع تالت حاجة محبة الرب اللي كل واحد فينا انبهرت لما عرفت أنه بيحب الجميع ثواسية يعني ما عندوش أي تفرقة ما بين ذكر وأنثة ما بين غاني وفقير الكل أمامه واحد ليس عنده محاباة والأروع من كده أنه مفيش حاجة وحشة أنا أقدر أعملها تخليه حبني أقل وكمان مفيش حاجة حلوة أعملها تزود محبته لي يعني محبته سبتة سبتة زي شخصه بالزبط لا تتغير هي هي منذ الأذن وإلى الأبد يعني آخر حاجة أحب أقولها أي محبة ما فيهاش عطاء لا تعتبر محبة في نظر الله فبصلي من كل قلبي أنه نظهر محبتنا بعضنا لبعض بالعطاء وبالخدمة في الوقت العصيب اللي بنمر دي ده لأنه إنجاز القول الرب بيعتمد على أولاده أنهم يظهروا صورة الحقيقية لكل من حولهم بالحب اللي جواه سؤالي يا حضرة الأسيس هل محبة الرب اللي أظهرها لنا على الصليب دي للمسيحيين فقط ولا مقدمة للعالم كله ولو هي مقدمة للجميع زي ما حضرتك قلت بين السطور هل مطلوب مني كمشاهدة مسلمة أني أقبل الصليب علشان أقبل المحبة دي ولا ممكن أقبل محبته من غير ما أقبل الصليب والربي بس شكرا كتير طبعا الصليب هو تعبير عن محبة الله الله بحب العالم مثل ما ذكرت الآية لأنه هكذا أحب الله العالم العالم كله بدون أي استثناء رجل امرأة بغض النظر شو العرق شو الجنس بحب كل الناس هاي هي محبة الله وهذا اللي بيقودني للمحبة التالت اللي هي المحبة الفدائية تكميلا للجواب على سؤالك يا أخت نهال أنه هاي المحبة محبة فدائية المحبة الفادية يعني كيف أنا صرت ابن لالله من خلال عمل فداء المسيح طب كيف أنا صرت ابن للرب بالتبني ولكن لما لما جاء أرسل الله ابنه مولودا الكيفية كيف الله أرسل ابنه من السماء عن طريق الولادة من الروح القدس أنه ولد يسوع المسيح من العذراء مريم أرسل ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني يعني صرنا أولاد الله بالتبني كنا أشرار كنا بعيدين لا نستحق كنا غرباء أعداء يعني كل هاي الأوصاف هالكين ضايعين بس الرب خلصنا من خلال الفداء لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم يسوع المسيح كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح هذا الفداء هو تم من خلال الرب يسوع كلفت دمه مشان هيك احنا أصبحنا أولاد لالله صعب يستوعبها يوحنا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله وبيكمل بقول من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفني إذا عرفوا الرب العالم رح يعرف أنه احنا أولاد الرب مشان هيك بتشوف فيه دايما حرب بين يعني الفكرة بين أولاد الرب أو بين العالم العالم يعني نظام هذا العالم فإذا احنا أصبحنا أولاد الله بالتبني وهنا التبني يعني حصلنا على كل امتيازات الله من خلال يسوع يعني أخذنا صرنا ورثاء وصرنا أولاد وكامل الحقوق البنوية بالكامل وهذا التعليم لا يوجد في أي كتاب آخر بل بالعكس في كتب تاني مثل أحباءنا المسلمين مع محبت لألكم يرفضوا هاي الفكرة معنى هاي أعظم فكرة أنه الله يتبنانا ويحبنا لدرجة أنه يضحي من أجلنا مثل ما ذكرت ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه فهاي المحبة ظهرت من خلال يسوع وافتدتنا واشترتنا لله وأصبحنا ملك للرب وأصبحنا أولاد للرب أحرار وإلنا حق البنوية الكاملة سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحباءنا قبل ما أستكمل حديث سأخذ مكالمة من أبو مهند أهلاً وسهلاً أبو مهند أنت معنا على هوا مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تحية محبة لأخ العزيز نظار شهيد أهلاً وسهلاً أبو مهند وكل عاماً وعنتك بخير وفرحة وكلامة شكراً وإن شاء الله تكونوا دائماً محروسين مننا الرب أمين أمين لديك هذا النص المعقد اللي هو كلمة الله محبة إنه نص المعقد للغاية علينا أن نحله بسيوء بدموع بتوبة بالصلاة بالفرح بالرؤية بالسيان وأخيراً بالموت في ألمك كما في طيقك أعلم أن الله محبة أعلم أنه مجروح شرحاً عظيماً في خلفه من أدك ومحبته لن تتركك ولم تحملك أبداً وقال نجوم ارتفعت ونجرت تحت البحار لأن الله يحبنا ونحن في ظلمة هذا العالم تماماً كما يحبنا ونحن في النور وأجمل تحية لأخر حبيب رب أخي لك دم تلد أمك شكراً جزيلاً حبيبي أبو مهند شكراً جزيلاً والربي باركك أخد كمان مكالمة أهلاً وسهلاً أخ زكريا من المغرب أهلاً وسهلاً أخ زكريا انت معاناً على الهوى أهلاً سلام ونعم أخ نساس أهلاً 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 حبيبي زكريا أهلاً وسهلاً فيك سنة أرثوذكسية ورغم أنها متأخر سنة أمازيغية سعيدة شكرا حبيبي شكرا على برنا لأنه كان نور لم يعود لك دالام البشرية أي زالة دالام الإسلام وزالة دالام عن البلاد المطلوب في شمال الإسلام والعالم وأنا أواجه رسالة للشباب المغرب واللزائر في شمال إفريقيا والأمازيغ لترك الإسلام دير خراف خرافة دين حسان دوران هو دين جيد وزوّز راديع في التفلعات التي تزوزها الرسول العمارة في التنوة كان عمى محمد أطبار سدعين وكما نكح محمد نكح جوجته قبل أن تتفنوا هي مني يعني نكح جوجة تصور رسول العرب يمتح جوجته قبل أن تتفنوا يعني أعلّ صوتك شوي أخ زكري أعلّ صوتك أكتر وأما تتفنوا هو تتفنوا يعني يعني أنا أدعو هذه الشريفة لأكلمة المسيحية لحياة واتجاع نوع وتعاليم الربي في المسيح وطالب تتفنوا من قناة المسيحة وإحتيار الأقرب التي تتفنوا هذه أقرب كنيفة وكما قلناش أموم المسيحية للدغة التي تتفنوا التي تتفنوا أو بزائر وطالب تونس هو مصر وليبيا كذلك إذن تتفنوا بسلام يتفنوا في تتفنوا في أطفال يافهين وكذلك يتفنوا بس الجامعة تأيب مصر العقوب وضع للعالم دي يعني يعني مع تتفنوا الزكري أخي زكريا صوتك بدأ يقطع يعني أنا أسمعك لا أنا سامعك بس أحيانا صوتك متقطع شوي على كل أخي زكريا يعني أنا آسف يمكن الصوت مش مش مفهوم بعتذر أخ زكريا خلينا نجرب نحكي في الأسبوع القادم بس اتصل كمان شوي أبكر يعني خلينا يعني أقول أحبائي أنه إحنا أصبحنا أولاد الله هاي هي المحبة اللي كلفت دم يسوع المسيح من ناحية من ناحية تانية طبعا نشوف يعني بعض أنواع المحبة اللي هي ضد محبة الله أنا أتكلم بحسب الكتاب المقدس رح أتكلم عن سبعة سبع أنواع محبة اللي هي ضد محبة الله أولا محبة العالم قال الرسول يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب العالم يمضي وشهوته أما الذي يثبت إلى الأبد يعني هاي مشيئة الرب في يعقوب رسالة يعقوب رسول يعقوب صحح أربعة والآية أربعة أيها الزنا والزواني أما تعلمون إن محبة العالم هي عداوة لله طبعا محبة العالم هم يتكلم عن قيم العالم عن نظام هذا العالم الفاسد الشرير عن أخلاقيات هذا العالم عن مبادئ هذا العالم عن فلسفة هذا العالم اللي هو ضد نظام يسوع المسيح ثم الشيء الثاني محبة الظلمة في يحنى 3 مكتوب آية 19 وهذه يدينون إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة مشان هيك كتير ناس بتخاف تيجي للمسيح على فكرة في كتير ناس بتخاف حتى تقرأ الكتاب المقدس ليه لأنه بيفضح الظلمة وبتجيب دينونة ومشان هيك أنا بدعو خلي يعني نور الرب اللي يفضحني بدل من أنه أواجه الرب في يوم من الأيام دينونة إنه رفضت الحق ورفضت المحبة شيء ثالث محبة مجد الناس مكتوب أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله يعني ما قدروا يتبعوا الرب يسوع لأنه كان الهدف تبعهم إنه يحبوا مجد الناس علاقاتهم مع الناس المسايرة والتهادن وعلى فكرة أقولها بأسف هاي مشكلة رجال الدين اللي بيسايروا على حساب الحق الكتابي بيسايروا بيسوع وبيتنازلوا عن يسوع اللي هو لا يقارن وبيتنازلوا عن كلمة الله الحق عشان يساير شوية رجال دين آخرين أو دياني أخرى لكنهم يعني سيواجهون الدينونة إلا إذا سمعت هاي الرسالة بدعوك إنك التوب كرجل دين لأنه محبة مجد الناس بتودينا على جهنم آه أنت ممكن أخذت الاعتبار وأخذت يعني العظمة والتكريم بس في يوم للأيام رح تواجه الديان شيء رابع محبة المال وهاي صفة العصر مكتوب عن بلعام نبي كذاب في العهد القديم أحب أجرة الإثم والكتاب بقول لي أن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة الكتاب يعلمنا عن الطمع يعني بهاي الأمور الذي هو عبادة الأوثان يعني الطمع هو اللي بيعبد أوثان أي طمع في سواء بالمادة في زوجة رجل آخر كل هذا تحت الطمع شيء خامس محبة الضلال مكتوب لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا لأنه أحبوا الضلال فجاهم الضلال وروح الضلال لأنه رفضوا الحق كما قرأت في يحنى لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة شيء خامس أو ثالث محبة الذات الأنانية وهي سمة الأيام الأخيرة لأن الناس بكتوب في الأيام الأخيرة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال غير محبين للصلاح محبين للذات دون محبة لله تموثاوس الثاني صح ثلاثة بتشوف ليستة طويلة عريضة عن هذه المواصفات محبة الذات اللي هي خلاص الإنسان الأنانو اللي بحب ذاته فإذا هي أم كل الخطايا هي الحساسية المفرطة ومن ناحية تاني هي الكبرياء والتعالي والتشامخ أو التواضع المصطنع كلها تحت هذه الأنانية أخيراً أحبائي محبي للشر والشهوة والفساد وبتعرفوا منهم بدعة يعني محبة اللز أو الشهوة فلسفة الهيدنزم أو بدعة النيكولويين اللي بيحكي عنها في سفر الرؤية أنه طالما أنه هذا الجسد مادي فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت خليني أو مارس الخطي والشر في حياتي ما خلاص معاتش يعني الأهم أن الروح لكن أحبائي بقول هؤلاء المحبين للشر يعني نصيبهم الهلاك بقول رسول بطرس هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة الشهوة اللي عمت عيون الناس من كل النواحي في الختام عاوز أقول أحبائي وانتبه على هذه الكلمات انتبه في الختام عاوز أوجه لك هذه الكلمات واصحى معي انتبه معي خليني أقول عن نوعيتين من الناس النوعية الأولى اللي اللي ما بتحب الرب والنوعية التانية اللي بتحب الرب خليني أبتدي يعني في النوعية الأولى خليني أقول بالأول إن رفض المحبة هي رفض يسوع المسيح بكررها مرة تانية إذا أنت بترفض المحبة أنت بترفض يسوع المسيح كما أنك أنك ترفض الطريق أنت ترفض يسوع المسيح كما أنك ترفض النور أنت ترفض يسوع المسيح الذي هو نور العالم فأن رفض المحبة هي رفض يعني بكل إعلان صارخ إنك إنت عم ترفض يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب هاي نوعية الأولى إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح ما تقول إحنا منحبه لعيسى ومنحبه ليسوع والناس المسيحية كمان إحنا منحب يسوع لا 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 ما في هاي النوع من المحبة المحبة لازم تكون مخبرها في قيانك في أعماقك إذا أنت بتحب يسوع بدك تآمن بيسوع وتآمن مش كلام ناقص كلام كامل يعني بتآمن إنه يسوع مات على الصليب من أجل خطيانا وأنه قام من الأموات لأجل تبريرنا وأنه ليس بأحد غيره الخلاص لأنه هو الطريق والحق والحياة وإنه إذا أنت بتقبل يسوع أنت بتقبل محبة يسوع بترفض محبة يسوع بترفض طريق الخلاص إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنا ثيمة واو كلمة قديمة كلمة سريانية أرمية شو يعني أنا ثيمة؟ يعني محروم كأنه لعني شو يعني محروم؟ هي الكلمة بتاعني مصير الهلاك الأبدي ولو يعني أنا إذا ما حبيت الرب مصيري الهلاك الأبدي نعم أحبائي مرات كلمات صغيرة ممت بها تعرفوا شو الرب قال لكنيسة أفسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين هاي الحبائي جريمة مصير الهلاك الأبدي بس من ناحية أخرى أولاد الرب المكتوب عنهم بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا عم بيستنوا أمين مران آثى تعال أيها الرب يسوع أمين تعال بختم بهذه الآية فالرب اللي هو الروح القدس يهدي قلوبكم إلى محبة الله وصبر المسيح وأنا عاوز أقول بالختام في هذا العيد عيد الحب اتذكر أعظم محبة للإنسان محبة الله وأنت وأنا بعدنا خطاه مات المسيح حتى ينقذنا من الدينونة ويقربنا إلى الله لننال الحياة الأبدية هذا هو الحب الغافر هذا هو حب يسوع المسيح عن أي محبة تبحث تعال إلى محبة المسيح الذي يشبع قلبك وحياتك وأصلي من كل قلب اليوم وفي هذا العيد تختبر محبة الله من خلال يسوع المسيح والرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر